وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إصلاحات جديدة تخص مخابر البحث موزعة عبر التراب الوطني هذه الإصلاحات جاءت بعد تسجيل نقائص تتعلق بالتسيير وضعف التأطير والمورد البشري حيث أمرت الوزارة الوصية بضرورة تحسين بيئة عمل الأساتذ الباحثين باستحداث أربع رتب جديدة وتعويضات مالية في مقدمة اقتراحات التي تم الوقوف عليها ضمن هذا الملف هي استحداث تعويضات مالية لمدير المخبر ومدراء المخابر ورؤساء الفرق البحث وحتى أعضاء فرق البحث وضرورة تمكنهم من تحفزات مالية نظرة مجهوداتهم وهذا شأن إيجابي يحفز على البحث العلمي والمردودية الأكبر نقابة الأساتذ الجامعيين ثمنت هذه الإصلاحات التي تصب في تحسين ظروف العمل خاصة فيما تعلق بتثمين نتائج أعمالهم من خلال ربط المنتجات البحثية بالتنمية وفق متطلبات الميدان الاقتصادي والاجتماعي توجه السديد في الدفع بالمؤسسة الجامعية والبحثية وتستير سبول الرفع من الانتاج العلمي وتعزيز الانفتاح المطلوب والارتقاء بمكانة مرفق التعليم العالي وإشعاعي الدولي مخابر البحث هي كيانات أساسية معولة عليها في تحقيق هذه الغايات وبطبيعة الحال يقترن النهوض بها بدعامة أساسية هي الاهتمام بالمورد البشري القائم على نشاطات البحث العلمي هذا وترهن الدولة الجزائرية في برنامجها التنموي والاقتصادي على الجامعة والبحث العلمي كمحرك لاقتصاد المعرفة وهو ما جعل هذه الأخيرة في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية الذي أعاد الاعتبار لمراكز البحث خدمة للمجتمع